أداب قضاء الحاجة لابد وجوبا يستتر عن أعين الناس يدخل داخل الحمامات يغلق الباب أو يستتر مثلا بشجرة بحائط بسيارة يستتر عن أعين الناس يقدم الرجل اليسر عند الدخول واليوم عند الخروج قبل أن يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج يقال أغفرانك قبل أن يدخل الحمامات يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج يقال أغفرانك وإذا خرج يقال أغفرانك وإذا خرج يقال أغفرانك ينقطع الذكر الله عندما يقال أغفرانك فإذا خرج يقال أغفرانك حتى كلام البشر العادي يعني لا يتكلم إلا عند الحاجة فإن قطاع الماء عنه مثلا أغفرانك ما أغفرانك فإن قطاع الماء لا يمس ذكروا بياميني لا يمس ذكروا بياميني يصحا يقول قائما بشرطين الشرط الأول أن يأمن من انكشاف العورة أن العورة لا تنكشف لا أحد يراه يمكن ان ارتد رشاش البول عليه يمكن أن تأخذوا بياميني يمكن ان تجدوا بياميني لا يقضي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس مثال تحت الأشجار المثمرات أماكن يستظل فيها الناس أماكن جلوس الناس حتى ولو كانوا هؤلاء كفا إذا انتهى من قضاء الحاجة لابد من تطهير المكان الثاني تطهير بالحجارة بالمناديل مثلا لابد أن تكون طاهرة لا نجسا لابد من تطهير المكان لا يمكن أن تطهير بأوراق المصاحف أوراق العلم لا يمكن أن تطهير بأوراق العلم ولا تكون طعام للإنس أو للجن أو للدواب للإنس أو للدواب الجن لابد من ثلاثة مسحات ثلاثة مناديل ثلاثة حجارة أو يمسحur الحجر Bohم ولا يمسحي المرضين أو過anza أو من هنا مثلا. فإذا حصل النقاء حصلت النظافة الطهارة يعني يرجع المنديل جاف ليس فيه أثر بولة ولغاية كذلك الحجر هذا معنى فإذا انقطع على ست مسحات السنة أن يقطع على عدد فردي سبعة يعني زيد السابع استحبوا ولو اكتفى بستة صحيح أفضل خطيرة لأن المنطقة التي تتأتي مجردين أو المشاريع التي تتأتي مجردين عن كل ذلك يقوم المنطقة التي تتحدثتها عندما تكون صاياً سنة ذكراً لك وفوجوتهم لأنهم سألّونا بشكل دخول شكرا